مسألة حرق المصحف الشريف التي رأيناها من قبل أحد المتطرفين وهو راسموس بالودان الذي قام بهذه الفعلة النكراء أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم وهو ما جعل هناك حالة من ردة الفعل القوية لدى أردوغان والحكومة التركية وحدثهم عن ضرورة معاقبة السويد بماذا تعلق؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد نعم ما قام به الرئيس التركي تجاه كتاب ربه المقدس ليس هو المرة الأولى ولا غريب على مثل هذا الرجل وليس هذا مدحن وإنما نصف الحقيقة والواقع فليس بالغريب عليه عندما يقوم بالاستنكار الذي يؤثر في هؤلاء المعتدين هو تلك الدولة التي تدعم هذا المتطرف ريسمس ومن على شاكلته بأن يقف ضدها بل ويندد بل ويعلن بعقابها وهذا هو المطلوب فما قام به هو واجب ويشكر عليه ولكن لو بعض المسؤولين الحكام الآخرين من المسلمين وضعوا اليد في اليد وقاموا بالتنديد وطالبوا بمقاطعة الدولة السويدية ثم الهولندية ما كان لهؤلاء أن يتحركوا وأن يفعلوا مثل هذه الفعلة لذلك نعم رئيس تركيا رجل طيب أردغان رجل مثل الناس لكنه يحمل هم أمته ودينه وهذه حقيقة لأجل ذلك نجد المعاهدين له من بني جلدتنا فضلا عن الآخرين شكرا للمشاهدة